السيدات والسادة مساء الخير عند الحديث عن قضية الوعي يقفز دائماً الكلام عن دور الإعلام وعند تناول أي مشكلة اجتماعية تمس المواطن وتمس حياته يتساءل الناس أين الإعلام وعند تصدي لقضية قومية في السياسة أو الدين أو الثقافة والتعليم يتحدث الجميع عن مسؤولية الإعلام في الفترة الأخيرة بالتحديد ومع تدعيات وأصداء الحوار الوطني يدور الحديث كثيراً عن الإعلام عن دوره ومسؤوليته عن الوعي بالقضايا والتحديات التي يواجهها الوطن والمواطن في حديثنا اليوم من مصر نلتقي بمفكر إعلامي وخبير مرموق وواحد من صناع المهرة الذين أسهموا بفكرهم وبعطائهم الكبير في بناء منظومة إعلامية كانت دائماً في طليعة قوة مصر النعمة نلتقي بضيفنا لنعرف منه كيف يرى واقعنا الإعلامي ونتعرف على رؤيته لمستقبل الإعلام وسط تحديات التكنولوجيا والعملمة ومنصات التواصل الاجتماعي عن الإعلام وأحواله عن مسؤوليته ودوره الكبير عن المستقبل في ظل تغير ذوق المطلقي والتنوع احتياجاته عن التحدي الكبير لتكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم